فتاة جميلة صالحة تقية تتمتع بقناعة ورضى ليس لهم مثيل ورغم فقرها ومعاناتها أكملت دراستها الجامعية ثم تقدم أحد الأغنياء طالباً الزواج بها دون أن يكلف أهلها شيئاً فوافق الأهل دون أخذ رأي الفتاة والتي وافقتها الأخرى حتى تخفف الحمل عن أهلها وتريحهم من مصاريف الجهاز وتم الزواج وانتقلت الفتاة يوم زفافها إلى قصر جميل فحمدت الله كثيراً وصلت ركعتين شكراً لله ودعته أن يوفقها ويعينها ويسر لها كل صعب بعد شهرين علمت الفتاة أن زوجها تزوج من قبل أكثر من مرة وقد قام بتطليقهن جميعاً عندما لم ينجبن له الذكور من الأبناء فاقتربت منه وذكرته بحديثين لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهما لا تكره البنات فإنهن المؤنسات الغاليات ومن ولي ابنتين فأحسن إليهن كن له ستراً من النار ولكن الزوج لم يتأثر فشعرت بخوف شديد بعد حملها وأصرت على عدم معرفة نوع الجنين إلا يوم الولادة وجاء اليوم الموعود وأنجبت الزوجة ابنة جميلة فقام الزوج بتطليقها داخل المستشفى وأرسل لأهلها كل متعلقاتها ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين فأصيبت الزوجة بحزن شديد ولكنها ظلت تذكر الله وتدعوه وتحمده على كل نعمه التي أنعم عليها بها وأخيرها ابنتها الجميلة وتمر الأيام وتنقض أشهر العدة وإذا بمدير المستشفى الذي سمع قصتها وعانم بأدبها ودينها وصبرها يطلب الزواج بها ويعيدها برعاية ابنتها وبتعويضها عن كل ما مرت به فوافقت الزوجة وكان لها طلب وحيد وهو تحويل بيته القديم المغلق إلى مكان يقدم فيه الطعام للفقراء والمساكين وأبناء السبيل وستقوم هي بنفسها بخدمة هؤلاء فوافق الزوج بكل رضا وتمر الأيام ويرزق الله الزوجين باثنين من الذكور وبعد سنوات عديدة تتخرج ابنتها من الجامعة وتذهب إلى أمها لتقوم على خدمة الفقراء وتفي بنذر قد نذرته عند تخرجها وفي أحد الأيام يأتي رجل عجوز أبيض الشعر يرتدي ملابس بالية يطلب طعاما فدققت الأم في ملامحه ثم بكت وهي تسأله ماذا حل بك لقد كنت من أغنى الناس قال الرجل لقد ألهتني الدنيا وتركت كل عزيز وراء ظهري ووسط بكاء شديد قالت الأم ألم تتذكرني أنا زوجتك السابقة وهذه ابنتك انهمر الرجل بالبكاء واعترف بخطأه وقص عليها ما حدث معه من أبنائه الذكور الذين طردوه من قصره وألقوا به في الشارع وأخذ يردد هذا ذنبك الذي فعلته معك بالماضي وذنب الأخريات أرجو أن تسامحيني على كل ظلم لك أسرعت الأم وابنتها وأخذت بيده وأعطته الأم مفتاح شقة ليقيم فيها واحتضرته ابنته وقالت له من الآن لن يقوم أحد بخدمتك إلا أنا يا أبي الحبيب ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون فتاة جميلة صالحة تقية تتمتع بقناعة ورضى ليس لهم مثيل ورغم فقرها ومعاناتها أكملت دراستها الجامعية ثم تقدم أحد الأغنياء طالبا الزواج بها دون أن يكلف أهلها شيئا فوافق الأهل دون أخذ رأي الفتاة والتي وافقت هي الأخرى حتى تخفف الحمل عن أهلها وتريحهم من مصاريف الجهاز وتم الزواج وانتقلت الفتاة يوم زفافها إلى قصر جميل فحمدت الله كثيرا وصلت ركعتين شكرا لله ودعته أن يوفقها ويعينها ويسر لها كل صعب بعد شهرين علمت الفتاة أن زوجها تزوج من قبل أكثر من مرة وقد قام بتطليقهن جميعا عندما لم ينجبن له الذكور من الأبناء فاقتربت منه وذكرته بحديثين لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهما لا تكره البنات فإنهن المؤنسات الغاليات ومن ولي ابنتين فأحسن إليهن كن له سترا من النار ولكن الزوج لم يتأثر فشعرت بخوف شديد بعد حملها وأصرت على عدم معرفة نوع الجنين إلا يوم الولادة وجاء اليوم الموعود وأنجبت الزوجة ابنة جميلة فقام الزوج بتطليقها داخل المستشفى وأرسل لأهلها كل متعلقاتها ونضع الموازين القصط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وتفى بنا حاسبين فأصيبت الزوجة بحزن شديد ولكنها ظلت تذكر الله وتدعوه وتحمده على كل نعمه التي أنعم عليها بها وأخيرها ابنتها الجميلة وتمر الأيام وتنقض أشهر العدة وإذا بمدير المستشفى الذي سمع قصتها وعالم بأدبها ودينها وصبرها يطلب الزواج بها ويعيدها برعاية ابنتها وبتعويضها عن كل ما مرت به فوافقت الزوجة وكان لها طلب وحيد وهو تحويل بيته القديم المغلق إلى مكان يقدم فيه الطعام للفقراء والمساكين وأبناء السبيل وستقوم هي بنفسها بخدمة هؤلاء فوافق الزوج بكل رضا وتمر الأيام ويرزق الله الزوجين باثنين من الذكور وبعد سنوات عديدة تتخرج ابنتها من الجامعة وتذهب إلى أمها لتقوم على خدمة الفقراء وتفي بنذر قد نذرته عند تخرجها وفي أحد الأيام يأتي رجل عجوز أبيض الشعر يرتدي ملابس بالية يطلب طعاما فدققت الأم في ملامحه ثم بكت وهي تسأله ماذا حل بك؟ لقد كنت من أغنى الناس قال الرجل لقد ألهتني الدنيا وتركت كل عزيز وراء ظهري ووسط بكاء شديد قالت الأم ألم تتذكرني؟ أنا زوجتك السابقة وهذه ابنتك انهمر الرجل بالبكاء واعترف بخطأه وقص عليها ما حدث معه من أبنائه الذكور الذين طردوه من قصره وألقوا به في الشارع وأخذ يردد هذا ذنبك الذي فعلته معك بالماضي وذنب الأخريات أرجو أن تسامحيني على كل ظلم لك أسرعت الأم وابنتها وأخذت بيده وأعطته الأم مفتاح شقة ليقيم فيها واحتضرته ابنته وقالت له من الآن لن يقوم أحد بخدمتك إلا أنا يا أبي الحبيب ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون سيدة توفي زوجها وترك لها ولدين في عمر الصبا فعملت ممرضة بإحدى المستشفيات وقامت بتربيتهما وتعليمها حتى تخرج الإبن الأكبر من الجامعة والأصغر كان في سنته الثالثة بالكلية وفي خلال هذه الرحلة اضطرت لرهن بيتها حتى تستطيع الإنفاق عليهما ولكنها لم تخبر أحدا بذلك إلا عندما قرر ولدها الأكبر التقي والبار بها السفر للعمل خارج البلاد فطمأنها بأنه سيعيد البيت لها في أقرب فرصة وبالفعل بعد عامين تم إعادة البيت فكتبت الأم البيت باسمه وأخبرته بذلك دون علم شقيقه الذي تخرج من الجامعة وقرر الزواج دون أخذ رأي أمه أصيبت الأم بالسكر واحتاجت للرعاية فتركت العمل وجلست في بيتها مع ابنها وزوجته ولكن زوجة الإبن لم تتحملها هي ولا ابنها حتى وصل الحال بابنها وزوجته أن يرمي الأم في حجرة تخزين الطعام فلم تتحمل الأم وطلبت من ابنها أن يغير هذا الحال فقال لها بكل قسوة لا يوجد عندي أفضل من ذلك وبعد أيام قليلة علمت جارة الأم بوضعها فعطفت عليها وجهزت لها غرفة مفروشة وأخذتها في بيتها وبعد أسبوع واحد هدد الإبن جارتهم بأنه سيشتكيها خوفا على سمعته فحرصت الأم على جارتها وعادت مع ابنها الذي وضعها في دار للمسنين ولم يزرها أو يتصل بها لمدة ثلاثة شهور وعندما تتصل الأم به لا يرد عليها اضطرت الأم للاتصال بولدها الأكبر وأخبرتهم اضطرة بما حدث فقال لها سأعود بعد ثلاثة أشهر وسوف أرسل لأحد أصدقائي مبلغا لشراء شقة وتنتقلين إليها فرحت الأم كثيرا ودعت لولدها الأكبر أن يحفظه الله ويديم عليه نعمة وأن يهدي ولدها الأصغر حتى لا ترى فيه مكروها انتقلت الأم إلى شقة ولدها الأكبر وعند خروجها طلبت من مديرة دار المسنين أن تخبر ولدها الأصغر إذا سأل عنها بأنها ماتت وقد اتصلت بك كثيرا ولم ترد عليها وبالفعل أخبرت الدار الإبن الأصغر بوفاة أمه فحزن حزنا شديدا بعدما تذكر رحلة شقائها معه وأخيه وكم كانت تجوع وتمرض من أجلهما ولا تشتكي أو تهدأ وعلم أن الشقاء والفقر الذي حل به وبزوجته كان بسبب مغادرة أمه البيت وهي حزينة عاد الإبن الأكبر وذهب لأخيه وطلب منه مغادرة البيت هو وزوجته لأن هذا البيت أصبح ملكه بالأوراق وأنه لا يستحق العيش به ولو دقيقة فبكى الإبن الأصغر واعتذر لأخيه وأخبره بأنه كان سيطلق زوجته التي كانت السبب الأكبر فيما حدث لأمه إلا أنه تراجع عن قراره بعد أن وجدها حاملة وبعد أن بكت وعرفت خطأها في حق أمه وأقسمت لو أن أمه عادت للحياة مرة ثانية لخدمتها بنور عينيها بعدما علم الإبن الأكبر بالتغير الذي طرأ على أخيه وتوبته وندمه على ما فعله والتزامه بالصلاة والقيام وقراءة القرآن والدعاء المتواصل لأمه هو وزوجته أخبره بأن أمه لم تمت وأنها تعيش معه في شقته الجديدة وأخذه وزوجته لأمه وعندما رآها أسرع وقبل قدمها وحملها وطار بها فرحا ففرحت الأم كثيرا برؤيته وسامحته وزوجته التي قبلت رأسها واعتذرت لها كثيرا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا في إحدى القرى عاش فلاح فقير في ظروف سيئة حيث كان يعمل باليومية واليوم الذي يمرض فيه لا يجد لقمة عيش ومع ذلك كان راضيا بحاله لا يشكو أو يتذمر وكان من يقلقه خوفه الشديد على مستقبل ابنه الوحيد فهو قد استطاع تحمل سوء العيش ولكن ماذا عن ابنه إنه ما زال صغيرا والحياة والحياة ليست سهلة بملابسه في بحيرة الوحل وأمسك بالصبي وأخرجه وأنقذ حياته ثم عاد لبيته مسرورا وفي اليوم الثاني جاء إلى بيت الأب الفقير رجل تبدو عليه علامات النعمة والثراء وعرف أن هذا الثري هو والد الصبي الذي أنقذه من الموت ابتسم الثري للأب ثم قال له لو قدمت لك الشكر طوال حياتي فلن أوفي لك حقك أنا مدين لك بحياة ابني أطلب مني ما شئت من أموال أو مجوهرات أو ما يقر عينيك أجاب الأب الفقير أنا لم أفعل سوى ما يمليه علي ضميري وأي فلاح مثلي كان سيفعل مثل ما فعلت فابنك هذا مثل ابني والموقف الذي تعرض له كان من الممكن أن يتعرض له ابني أيضا رد الثري حسنا طالما تعتبر ابني مثل ابنك فأنا سأخذ ابنك وأتولى مصاريف تعليمه حتى يصير رجلا متعلمة نافعا لأسرته ولبلاده طار الأب من السعادة ولم يصدق ما يسمع فأخيرا سيتعلم ابنه في مدارس العظماء وبالفعل تعلم الصغير في أرقى المدارس وظل ينتقل من مرحلة إلى مرحلة حتى تخرج طبيبه وتمر الأيام ويمرض ابن الثري بمرض خطير فاستطاع الطبيب الشاب ابن الفلاح الفقير إنقاذ حياته بتوفيق من الله وكان والده قد أنقذ حياة ابن الثري من قبل وقد حاول الثري أن يهب نصف ممتلكاته للطبيب الشاب إلا أنه رفض ذلك وقال له لقد أوصاني أبي قائلا إذا عملت معروفا فلا تنتظر شكرا من أحد ويكفيك ثواب الواحد الصمد وثق تماما بأنه لن يضيع عند الله أبدا ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون رجل شقي لا يعرف في حياته سوى التنقل بين المقاهي والجلوس مع أصدقائه ليتحدث معهم عن أمور تافهة أو الخوض في أعراض الناس ولا يهتم بأذان المؤذن الذي يخبره بأن صلاة ستقام ورغم أن عمره اقترب من الأربعين إلا أنه لم يتزوج لعدم قدرته على تحمل المسؤولية وفي أحد الأيام وأثناء جلوسه بالمقهى وجد رجلا كفيفا يجلس بجوار شاب كان الشاب قد وجد هذا الكفيف قد تعب وهو يمشي في الطريق فأخذه ليستريح بعض الوقت ثم يكمل طريقه وبعد قليل تركه الشاب ليشتري له بعض الطعام ولم يشعر الكفيف بمغادرة الشاب وإذا بالرجل الشقي يسمع الكفيف يتحدث إلى الشاب قائلا أشكرك يا أخي ونصيحتي لك ألا تضيع وقتك بالجلوس على المقاهي حتى لا يؤذيك الدخان ولا تلهيك عن صلاتك وعمل الخير فالأعمال قصيرة وعلينا الاستفادة من كل دقيقة في طاعة الله عز وجل غضب الرجل وظن أن الكفيف يبصر ويقصده هو بالكلام خاصة أنه لا أحد يجلس بجانبه وعندما قرر الكفيف مغادرة المكان وضع هذا الرجل الشقي قدمه في طريق الكفيف ليتأكد إن كان يبصر أم لا ولكن الكفيف سقط على البلاط وأصيب رأسه ونزف الدم منه وراح في غيبوبة فأسرع الجالسون بعلاج جرحه ثم أخذوه إلى المستشفى ولا يعلم أحد أن الرجل الشقي هو من أوقعه متعمدا وفي اليوم الثاني وأثناء جلوس الرجل الشقي بالمقهى أخبره صديقه أن الرجل الكفيف الذي سقط أمام المقهى بالأمس قد مات وأن له زوجة وطفلين أحدهما كفيف والآخر يبصر فنزل هذا الخبر على الرجل كالصاعقة ولأول مرة يشعر بأحد ويبكي وترك المقهى في حزن شديد توصل الرجل إلى عنوان بيت الكفيف وفي أحد الأيام أخذ مبلغا من المال وذهب إلى أسرة الكفيف وأثناء انتظاره زوجة الكفيف ليعطيها المبلغ سامع الإبن الكفيف يقول لأمه لا تحزن يا أمي فأبي في الجنة إن شاء الله فهو لم يفعل إلا كل خير طوال حياته وإن كان على مصروف البيت فقد حفظت بمساعدة أبي القرآن كاملا وسوف أحصل على مكافأة كبيرة هذا الأسبوع وسوف أعمل أي عمل أستطيع القيام به ولن تحتاجي لأحد بك الرجل وهو يستمع للطفل الذي لا يزيد عمره عن عشرة أعوام وأثناء ذلك جاءت الزوجة فغاساها الرجل وأعطاها المبلغ وقال لها هذا المبلغ كان لزوجك عندي من زمن وكنت مسافرا وعندما عدت وعلمت بموته حزنت كثيرا وها أنا أرد ما علي من دين وإن شاء الله سأتكفل بكم حتى وفاتي فلا تحملي همّا أخذت الزوجة المال لأنها كانت تحتاج إليه كثيرا ولم تهتم إن كان الرجل صادقا في كلامه أم أعطاها المبلغ كصدقة تغير الرجل تماما بعد هذا الموقف فأصبح يصلي كل الفروض في المسجد وبدأ يعتذر لكل من أخطأ في حقه وقضى كل أوقاته بين العمل وقراءة القرآن وما بين الحين والآخر كان يتصل بالزوجة ليقضي لها احتياجاتها وبعد ستة أشهر ذهب إليها وسلم على ولدها الأكبر ثم عرض عليها الزواج لتكون هي وطفلاها في رعايته وليكفر عن خطأه في حق زوجها الكفيف وظل يقنعها حتى استطاع ذلك ومنذ ذلك اليوم والرجل أصبح أبا للطفلين تماما وزوجا مخلصا لزوجته كل ما يسعده هو قضاء حوائجهم وإسعادهم وكم أصبحت حياته هو أيضا سعيدة خاصة عندما يحفظ جزءا من القرآن حتى أتم القرآن كاملا ودع الله أن يغفر له كل ما تقدم من ذنبه وتأخر ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر